إذن الماني تغير سأتي إلى موضوع تغير الأوضاع الحالية في جزء الثاني من هذه الحلقة لكن إذا ما دخلنا إلى الموضوع الآن الأزمة الأخيرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي سيد نبيل هذه الأزمة عكست ربما على المواطن لهذه البلدان في دول الاتحاد الأوروبي ماذا على اللاجئ؟ أقول رقم واحد كشفت أمام المواطن هذا الجانب العنصري يعني الآن بدأ يكتبون أنه هكذا مع الأوروبيين تتصرفون لأنهم أوروبيون تستقبلون اللاجئين من أوكرانيا بكل الترحاب وتعطوهم أكثر المجالات يعني السوري يجب أن ينتظر ستة شهور مثلا حتى يبحث عن مكان عمل قد يحصل قد لا يحصل بينما الأوكراني أول ما يأتي أطفال ينتظرون مثلا بالنسبة للمدرسة يعني ستة شهور أو سنة أو أكثر حتى يجدوا مكان للدراسة الأوكراني إذا وصل يجب الواقع تأمين فورا يعني هذا الجانب اللا إنساني العنصري إلى حد كبير كشفته الواقع الأزمة الأوكرانية أو الحرب ضد أوكرانيا أما من الناحية اللاجئين الواقعهم في البداية كان في نوع من محاولة أن تكون هذه الأمور بالنسبة لألمانيا ليس لدي الطلاع بالنسبة للتعامل مع الأوكرانيين في بلدان أوروبية أخرى بالنسبة إلى ألمانيا كان يقال بأنه مثلا اللاجئون السوريون مقيمون في أبنية معينة يخرجونهم منها ويضعون مكانهم الأوكرانيون هذه فيها مبالغات فلا أقول الواقع بأنه ممكن أن تكون حصلت في مكان أو مكانين أو أكثر مكان سكني بمبنى سكني أو أكثر لكنها لم تكن هي الصيغة العامة المستعمة أما في شيء آخر أحيانا يأتي بطبيعته يعني المسكن مخصص للاجئين لمدة خمس سنوات ثم يجب أن يجدوا أماكن أخرى يجب أن يجدوا أماكن عمل وأماكن للسكن فانتهت الخمس سنوات وصادف وجود الأوكرانيين فيضعونهم فيهم أما لا أتهمهم بأنهم تعمدوا إخراج لاجئين ووضع بديل عنهم يعني هذه الصور الواقعة ربما سرعة الأزمة يعني هذه أخبار أخي ما يسمى التواصل الاجتماعي وليست أخبار المتيقنة من الأرقام ومن الرحل